موسيقى أنا كل العالم ممكن ما تعرف لنزلت عالصورة أنا هلأ رح جاوبون بقللهم أنه أنا نزلت لأنه عندي حقوق بيّ سوريا وإمّ اللبنانية أنا بحق إلي أخذ الجنسية اللبنانية موسيقى شكرا لنزلت غنيت رأسي تشربت أنا نزلت شجع للشعب العربي أنه يضلوا بالمظاهرة وأنا كمان نزلت مشان حقوقي بس بدي عرف لش كنت لبسي بدلة الرأس لما نزلت تتظاهري مثل ما نزلوا غنوا مثل ما نزلوا رأسوا مثل ما نزلوا دبكوا ما نزلوا رأسوا صلصة وكل شي عاملوا يوغا أنا نزلت بدلة الرأس ما كل واحد بينزل بعبر عن عن الصورة بيه شو اسمه حسب شو بيشتغل بس كنت نزلت طالبي بالجنسية لأنه لأنه تعتبر أنه أنت تستحق الجنسية صح أكيدة بدلة الرأس بتأثر على المطالبة بالجنسية لأنه هيدا شغلي أنا لأنه أنه أنا برأس قدام العالم يعني عادي يعني نزلت حمس الشعب وشجعهم وشجع حالي كمان لحتى أنا أحصل على الجنسية أنت أخدت قرار تنزلي بدلة الرأس ولا حدا طلبك؟ لا أكيد أنا أخدت القرار في قلت بالتقرير في شيخ طلب قال عنك أنك أنت أشرف من السياسيين صح من الشيخ؟ محمد الشيخ حسن محمد حسن بدأ جاء لطحية هو قال أنك هيك من بعد ما شافك ببدلة الرأس قدام المسجد أكيد شافك ببدلة الرأس قدام المسجد بدأ قللك شغلة نحنا مجتمعنا ما بيتطلع إلا على المنظر يمكن أنا منظري أنه أنا يمكن واحدة مش منيحة أنا شكلي يمكن سكسي أنه أنا بنت مش منيحة بس في كثير أعلم تبقى ملتمة وما بتعرف شو عاملة شو مخبية تحت الثيابة سيدة ما بيعطي الحق ننزل بلدة الرأس قدام المسجد بعدين قلت أنك ما انتبهت له للمسجد ما انتبهت له للمسجد؟ لا بعدين أنت أصلا أنا كنت بعيدة عن المسجد مش نازلة قبل ع بيروت ما بتعرف في مسجد؟ بلا بس أنت تطلع على العجقة ما بتلاحظ ما بتصبر مشهورة في المسجد وفي الكنيسة وراها يعني مش بس المشكلة بالمسجد في الكنيسة كمان وعجقة وشوب ما انتبهت له الأشياء يعني كنت على التليفون وسيلفي وهيك ما انتبهت وفي خصوصية دينية كمانا يعني اليوم قدام مسجد أكيد أنا لو انتبهت نطلع على سيارة ونرقص فوق ونحرك هالسوار بطريقة نضيعهم عن مطالبهم الأساسية لا أبداً شو أنا ما في إلا أنا ما كانوا كلهم عم بيدي قصة تحت وعم بيعملوا